هنروح لكرة السلة رجال النادي الاهلي بيلاقي المصر الاتصالات في ربع نهائي دوري السوبر بعد ما تحدد معاده بإذن الله بالملاسبة المباراة هكون بيستوف 5 يعني تم زيادتها سنفكها ببيستوف 3 ولكن الآن أصبحت بيستوف 5 والفاينال هيكون بيستوف 7 يعني مجموعة كبيرة من المباراة تنتظر الفريق الأول لكرة السلة رجال طبعا المباراة هتكون امتى المباراة هتكون الجمعة اللي جاية اول مباراة المباراة التانية هتبقى يوم السبت راحة يوم الحد راحة 2 و 3 مباراةين أول مباراةين هيكونوا على ملعبنا والمباراةين اللي بعديهم هيكونوا على ملعب المصير الاتصالات اللي بتكون المركز الأولومبي بالمعادل طيب في حالة التعادل 2 و 2 بنروح لمباراة فيصل ولكن بتكون في ملعب الفرقة ذات الأحسن ترتيب أو الأعلى ترتيب في التصفيات واللي هو النادي الأهل هتبقى الملوى الخامسة في ملعب النادي الأهل هنا في مباريات مهمة جدا انا دي قال يحسم اللقائين اللي على ما لعبنا عشان نرتاح هناك ناخد لقاء واحد من المباريات اللي هناك نبقى دامنا التأهل طبعا للنصف النهائي انا عايز اقول ان المباريات هتكون برضو اذا قلت حدوكم 24-25 راحة وبعكية 29-30 مارس ويوم 2 ابريل ان شاء الله دي المباريات ودي مواعيد المباريات مهم جدا الفرقة تكسب مهم جدا يعني نعدب المبارياتين الاولانين في اخبار جاية ان والتر هوتش مكمل لا مش مكمل هنقول لحضراتكم كل حاجة عن هذا الملف فور الاعلان عن ذلك من قبل النادي الاهلي احنا طبعا عندنا اخبار وعارفين ولكن احنا ما بنعلنش قبل اعلان النادي الاهلي عن اي شيء ونتمنى توفيل الفريق بقيادة طبعا مستر اجوستي بوش المدير الفني الاسباني اللي بتولى مسؤولية وطبعا المساعد كابتر احمد الجرحي وكابتر رومي الدياصلي